في حاجتين كبار جداً بيضد العيان لدخوله الألم والدم اللي بيقول أي ما ينشع في بيتها مشكلة في الوعاء الدموي ولا مشكلة في الصفائح ولا مشكلة في شلال التجلب عشان كده لازم نعمل وظائف صفائح الأستاذ الدكتور حسين موافي أستاذ طب الحالات الحرجة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة عميد كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مدير مستشفى الأمراض الباطنة قصر العيني مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة رئيس قسم طب الحالات الحرجة جامعة القاهرة المعلم المثالي ستة مرات على مستوى كلية طب جامعة القاهرة الطبيب المثالي ستة مرات على مستوى نقاطة الأطباء تم تكريمه بإطلاق اسمه على دفعة 2015 كليد طب جامعة القاهرة رئيس الجامعية المصرية لطب الحالات الحرجة عضو الجامعية المصرية لأمراض القلب عضو الجامعية المصرية لأمراض الكلا له 180 بحث منشور في مجالات العلمية والمحلية والعالمية مؤسس وحدة الحالات الحرجة بالقصر العيني رأى الطب الأمراض الباطنة في مصر والوطن العربي قام بتأليف كتاب الأمراض الباطنة أستاذنا العزيز وكيمة الألمان الكبيرة وفخر العرف الأمراض البطنية أهلا بيك أستاذ أهلا بيك هذا يوم عيد الله يعزيك وماركي ويوم عيد في الدكتور كمان الموضوع نفسه الشك ليه حضرتك اخترت الشك اللي عاد والله موضوع لازم أن أصل فيه ناس كتير قوي مش فاهمة يعني واحد عنده شك وضغطه ما تفهمش دي فلو أطلقنا عليها شوية نور كده عتبقى كويسة بالنسبة للجمهور وبالنسبة للدكاتر حنقول بعض النقاط حتنفحها جدا 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 سواء في مذكرتك زي ما أنت بتقول أو في الممارسة يعني هو شافه عين إمتى يقول ده شكت إمتى يقول عنده شكت يعني مش كل عين ده اختواطي لا مش شكت فده مهم موضوعه مهم أول حاجة دي في نشكل التعريف ما هو الصلة فيه تعريفين تعريف صح وتعريف غلط فنبدأ بتنقبل غلط بقول لك الشوك واحد ضغطه واطي الضغط الواطي أحد ما ظهر شك لكن مش هو التعريف ممكن واحد يبقى ضغطه مية على ستين وتسعين وماشي على رجلية وزي الفول هي الشوكت تمام الشوك هو كمية الدم اللي رايحة الأنسجة وليلة بس بقيت شوكت تقول لي طيبنا عرف من أين اختار نسيج له علامة خارجية اختار نسيج له علامة غير الضغط الواطي بقى حلاص هو ضغط الواطي ده احنا كلنا متفقين عليه انا هاختار نسيج الكلا يبقى اول مظاهر شوك النبوله يقل لان الكلا مش هاتش تغل ثم المخ تبتدي يبقى مش واعي وهكذا فالشوك ديفكتف توشي برفيوشن يعني نقص ارتواء الأنسجة لكن المظهر الاول فيه هو الضغط الواطي طبعا هنقول ليه ضغط الواطي دي هنتكلم عليه بالتفصيل ولكن هو الأنسجة مش ياخد دم وطبعا من الأنسجة الواطحة جدا نسيج الكلا الكلا مش هيجيلها دم البول حيقل خلاص بقى العين ده عنده صدمة من نوع معين هو يتقال عليها الصدمة 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 هي على فكرة ترجمة لازم نشقولها نلاقي لها كلمة تانية لانه كنت ترجع الكلمة العربية للصدمة صدمة نفسية يعني صدمة صدم ولكن صدم في مثلا في عربية صدمتها الأنواع يبقى لازم نلاقي لها كلمة عربي تناسبها الأنواع عندنا أربع أنواع عندنا أربع أنواع للصدمة أنت كقلب ومش قادر تشتغل خلاص المضخة وقفت الترمبة ما بطلت يبقى دي حنسميها صدمة قلبية كارديوجينيك شوك قلب جاله جلطة لقدر الله فالعضلة حتة منها بازت طبعا مش كل واحد جاله جلطة عنده شوك الماس مش عايزها تقفى مغلق لكن لما تكون المسألة كبيرة شوية بيقول عين شوك لأن القلب كمترمبة بطل فالضغط بيقع يبتدي الأنساجة ما ترتويش يبتدي يبقى العين ده عنده صدمة أو شوك يعني دي اسمها كارديوجينيك شوك دي مرة واحد مرة اثنين لا قدر الله حادثة عربية أو جراحة وبيشتغل وفقت دمه احنا عندنا خمسة لتر لو فقدت اثنين لتر الضغط يحيقع دي هايبوفوليمك شوك اللي هي نقص دم نقص كمية حوادث السيارات بعد الجراحات ايا نزيف جهاز اضمي واحد عنده دولي مريء ممكن يجي شوكت لأنه نزف كمية كبيرة جدا دي سهلة يبقى دي هايبوفوليميا يعني نقص الحجم نقص حجم الدم كده نمرأ ثلاثة قفلت عالبة انا ليا سكة ماشي فيها جيت هنا وروح تقافل السكة بتاعتيه الدم بييجي من الوريد الاجوف العلوي والوريج الاجوف الفل الى الازين الايمن الى البطين الايمن الى الشريان الرئه قفلت الشريان الرئه يبقى الدم مش هروح نحي تشمال السكة الطبيعية بتاعته زي جلطة الرئه يبقى شقة اسمها أوبستركت في شوق يعني شوق نتيجة قفلة زي لو حطيت مية حوالين القلب كان بضغط عالي أنا جبت قلبي بيعمل كده حطيته جوه بلونة وعليت الضغط في المية مش هيضل يعمل كده فالدم مش هيخش في القلب وبالتالي مش هيطلع وبالتالي عني يبقى شوق مستسأل حوالين القلب أو بمعنى أصاح البركارد الإفيوجي بس وصل لمرحلة كارتك ثمبونات يبقى احنا قلنا ثلاث أنواع مهمين جدا نمرة واحد كارديجانيك عضلة قلب بازط نمرة اثنين نقص دم حدسة نمرة ثلاثة قفلت السكة زي جلطة رئة أو ماي حول القلب بضغط عالي نمرة ربعة دي نقول فيها سبحان الله واللي مايقولش سبحان الله يبقى عايزي الضرب في ناس كتير عايزين الضرب اعتقد لما يسمعني نحقول لك حاجة أيما أنا كنت بشرح الحدة دي كان عندي واحد دكتور متياز ملحد لا إله إلا الله كان طبعا صعبان علينا كلنا إلا هو ينكر وجود الله لا إله إلا الله والله العظيم والله العظيم أنا بشرح الحدة دي قالت سبحان الله لوحده لوحده قالت سبحان الله تقوله انطق تعجبت إنه قال كده لأن فعلاً الحتة اللي جاي دي النوع الرابع بقى من الشمكة تعاني دريسه كويس أنا قاعد معاك دلوقتي بتكلم قولي توزيعت الدم أنا عندي خمسة لتر متوزعين إزاي حتقولي الأمعاء رايح لها 15% انت مبتاكلش وللجلد الدنيا سقعة شوية التكيف حدقه حلو جداً رايح 3% والمخي لإني بفكر هيزيد الدم شوية والقلب وهكزر أنا سبتك دلوقتي وطلع تجري جري قولي توزيعت الدم تقولي تتغير العضلات هتاخد الجزء الأكبر لأنك بتجري والرئة هتاخد جزء كبير لأنك بتجري وعايز أكسوجين وهكزا طب نمت توزيعت هتتغير توزيعت الدم بتغير كل دقيقة كل دقيقة حسب هذه التوزيعة محدش هيقدر عملها غير ربانا سبحانه وتعالى مفيش لدوة ولا دكتور والعفريت قدر يلعب في التوزيعة دي وإذا بازت التوزيعة العاني بقى شوقت لقية الدم ماينفعش كله يروح حتة واحدة ماينفعش يوسع الشرين في حتة واحدة يوم يبول الدم فيها والعاني يضيع ماينفعش يقفل كله فهي توازن بين حتة مقفولة وحتة مفتوحة عشان كده اسمها الديستربيوتف شوق الديستربيوتف شوق اللي هي شوق التوزيع توزيع غلط بتحصل فأكثر من مرض زي اللي ياخد حقنة بنسلين وعنده حساسي له بتبوزت دانية توسع حتة مفروض تقفل وتقفل حتة مفروض توسع ويقع العين بيقى شوق زي مرض مهم جدا هنفرد له حلقة هيباتورينل سندروم اللي هو الفشل الكابدي الكلوي كل مشكلته ديستربيوتف شوق تخيل كل المشكلة توزيع توزيع ده مخاطئ بيروح مثلا في منطقة البطن عند الأمعاء ويتدفق وعندك كله وميروحش فيعمل كوارث ده يبقى عندنا أربع أنواع كارديوجينيك قلبية هايبوفوليمك نقص بكمية أبستركشن أفلت زيجة أو ديستربيوتف اللي هي التوزيع غلط هنبدأ بالأول هنا كارديوجينيك أحسن مثل كارديوجينيك شوق أحسن مثل جلطة القلب انسداد الشرينيك تاجي انسداد الشرينيك تاجي له أكثر من صورة فمثلا ممكن يحصل والعين ما يعرفش خلص طب ونعرف إحنا إزاي داخل عمليات يعمل زايدة وسنه ستين سنة قلنا نعمل له رسم قلب عشان نبقى نسمى حترمين نعمل رسم قلب نلاقي جلطة قديم يعمل حج جلك واجع في صدرك لا أي حاجة فممكن تبقى سايلنت كتير جتير جدا وممكن يجي لك المريض بعد كاب ينهج وابتدى يحصل هبوط في العضلة لأن جاله انسداد الشرينيك تاجي ولم يدري فدي أحد الصور مش كل واحد هيبقى شجد نمرة اتنين المشهور جدا جدا اللي هي مثلا أكتر من ستين في المية من الحالات الألم ألم الصدر دي بتشير إلى انسداد الشرينيك تاجي هي بتبقى ألم شبيهة جدا بالذبحة الصدرية جدا وتخلف عن السبحة عن السبحة الصدرية في نقطة بسيطة جدا جدا الزبحة الصدرية بيبقى الألم في نص الصدر مش تحت السدر الشمال زي ما الناس فهم في النص جايز يمين متطوح شمال أو متطوح يمين جايز أو في منطقة البطن هن بيبقى نوعه كأن واحد قاعد على صدر حجر أو سكينة لشان كاسما الزبحة صدرية أو حمودة يحس انه حرقان فده طبعا مضلل جدا يعني كثيرا من المرضى ما تتحكش شوريان تيجي عاملين منظر منظر على المعدة لأن الألم هنا تمام وحمودة يبقى مكان الألم ضللني ونوع الألم ضللني لما بيبقى هنا بيبقى سهل ولما بيبقى حجر على سيء بيبقى سهل إنما ساعات يبقى ساعات المريد ده فنم يضلل الدكتور يعني يقول له يقول له لا أنا عرفة فس الألم نجل بعد أكلت كبدة وهو ألم هو ألم جل هو دكتور يقدر يطلعه بسرعة جدا يقول له هل الألم ده له علاقة بالمشي فيجيبه يقول له لما مشي نفس الألم بيجي والحرقان يجي لحمودة أنا شفت عدد تبير جدا من الحالات متشخص عن المشكلة في المعدة وهو مش كده خالص الألم بيقعد دقايق ده بكلم عن الذبحة الصدرية نشعر المستداد دقايق ثلاث دقايق أربعة دقايق خمس دقايق حتى لو عشرين دقيقة اللي هي تلت ساعة فهاي عشرين دقيقة يعني بيسمع في كتف الشمال عادة عادة بيسمع كتف الشمال والسبعين دول واللي يجيبه المجهود وليس الانفعال الأفلام العربي كتير منها مووزوا فكر الناس يطلع بره بيت يا مجرم ويمسك سيدره نادر إنما اللي يجيبه المجهود يطلع سلم يمشي يجري طيب الأكل ساعات لكن الأكتر من الأكل حاجة ساعة لو شرب إزازة حاجة ساعة الألم يجيله ألم الذبحة الصدرية والناس يطمنوا تقولوا أصلها ساعة ويعمل التقلص في المريء وده غلط فده اللي يجيبه وبعدين اللي يضيعه بقى يا إما أرسلحت اللسن وحنوقف عندها يا إما يرتاح كثيراً تبقى أنت في عربيتك وقف الإشارة تلاقي الراجل ماشي في الشارع وبيمد وفجأة وقف حط إيده لسدره وبعد شوية راح مكمل وهالإشارة بتطول ساعة بتعطي ربها ساعة تلاقي يكمل ده زبحة صدرية اللي هو أوقفوا الألم دقايق ورح مكمل تاني كان عندي وكيل نيابة يعني أنا أجمل حالة شوتها في حياتي يقول لي أنا إيه بمشي ثم الساعة تديق عليها الساعة دي؟ تديق عليها أو مقف أفك الساعة وحطها في جيدي وكمل ماشي أه تقول لأ ما فيش حاجة اسمها كده في الطب ما خد نهاش دي أه طلع الألم بدل ما بيجي هنا بيجي في الرست وهذا وارد أه أه فبيوقف هو بيتيق له من فكسه هو وقف خلاص بدل ما بوقف الألم بيروح أه 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 القرسل تحت لسانه قصع نتكلم عليها لأنه ممكن كده يدلل لدكتور أه يدلله وفي قلم كتير جدا يحط تحت لسانه إلي ما عملش شاك إلي هو ألم قلنا زي الزبحة بالظبط ما عدن القلم جاه من غير ماشي المرادة جاه هو قاعد إيهه Official مطول. القلم شديد جدا. سفير. اه. نكلمك واحد في التليفون يا ايمن. انا ابراهيم. انت ابراهيم مين يا عم الحج? انا اللي بتعالجني من زبحة الصدرية. اخبارك ايه يا عم ابرهيم? والله القلم يا دكتور جالي وانا قاعد مرتاح. يا دكتور ايمن القلم شديد قوي. يا دكتور ايمن القلم طول. مش متعود عليه. تروح سألوا السؤالين. عرقت يا عم ابرهيم. طرشت يا عم ابرهيم. حبعت لك الاسعاف يا عم ابرهيم. لا دي من الاسعاف. دي الخمس حاجات. اه. القيء والعرق. ظاهرة مش حلوة اطلاقا في قلم الصدر. وده بسرعة على المستشفى. بسرعة شديدة جدا. لان دخول المستشفى كل دقيقة بتفرق. لو خد الدوة اللي بيدوه بالجلطة بدري. مشكلة امتهت. لو دخل اسطرة بدري. المشكلة امتهت. انما لو فضلنا بقى نفكر لا ما تخافش. لا ما تقلقش. طب حاجيلك البيت. لا ما تجيش البيت. اه. اه. العين بيزعل. اقول له ازعل. يقول لي طب انا تعالي عشان تقول لي روح المستشفى. اقول له لا انا بقول لك من دلوقتي. الوقت ده خسارة. فهو يروح على المستشفى كده. انما ده احد المظاهر لانسداد شرينتاجي. وهو الالم. المظهر التاني خلل ضربات القلب. واحد قاعد في امر الله يتفرج على التليزيون مع ولاده. وفجأة يلاقي قلبه. ما لخبط. سواء رفرفة اوزينية. زبزبة اوزينية. اي اف. او السرعة. تصارع شديد جدا. فيتاك. اي حاجة الدول قد تكون انسداد شرينتاجي. اه. جت بصورة اخرى. وهي صورة الايه. اختلال ضربات القلب. اه. الصورة برضو المشهورة جدا جدا. فجأة. هبوط في القلب. اه. قول لي انا قلب. اقول لك القلب. يا اليمين. ايه الشمال. اه. اذا كانت الجلطة في العضلة اللي في الشمال. هيجيله بصورة اه. نهجان. وكحة. ورا الراوي طلع له هبوط جهة يسر. اه. جهة يمنى قصة انا يخلص بقى. اه. اه. اوردت الرقابة منتفقة. الكبت منتفقة شوية. فيه اصوات معينة على على السلاسي. فحسب. اه. يا ترى الجلطة جد شمال. ولا يمين. بتعمل هبوط. اه. هبوط في الجهة اليسرى بتعمل احتقان شديد في الرقا. اللي احنا نسميها مية. في الرقا يعني. اه. العين بيطلع اه اه ارغاوي. اه. ارغاوي. اه. 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 ازا كان يمين. اه كويس. اليمين يلخبطني مع جلطة الرقا. اه. مع البرماريان بوليزم. اه. اه. الريت انفارشن مع البرماريان بوليزم. ونادر الرقا هو الريت انفارشن نادر? لا. مش نادر. لا مش نادر. الكتب كانت تقول انه هو اقل. كان اياميلا. يقولك جلطة عن شمال. لا. لا خالص. اه. مش نادر خالص خالص اه. فده بحسب اني شوريان اللي تقفى اليمين ولا شمال وكذا. فادي احد الصور. او لا قدر الله يكون موت فجائي. الموت الفجائي احد اسبابه انسداد الشوريان اللي. احنا تعرف ان احنا بنبحث دلوقتي كيف نمنع الموت الفجائي. اه. فبنجيب الناس دول قبل ما يشتكوا. اي واحد مثلا من اسرة سيئة السمعة في القلب. اه. الاب عمل قلب مفتوح. والام حتى دعمات. والاخ جاله كذا. ده امسكه. اه. ولازم يشوف نفسه كويس جدا. او بقى يجيله شوك. الشوك اللي هي هتبقى كارديوجيني شوك. اللي هي دي من اخطر انواع شوك. اه. اللي هي العضلة مش قادر تطلع الدم. لان فيه جزء عطل. اه. فالباقي مش قادر. اه. جزء مات. اه. مش عايزين انه المات لانه جزء حقه. اه. هو زي الدفضاءة. اه. الدفضاءة في الشتاء تقول عليها ميتة. وهي صحي. ام. فهي بتبقى جزء. قاعد مرتاح كده. لكن هنحركوا لو فتسلكناه. ام. ده في الشرية. دول اللي بنفرح بيهم جدا جدا اي اي من. لما يجوا بدري. خشوا القسطرة يسلكوا بيقوزا الفل. او ياخد الدوة. الدوة اللي هو بيفك الجلطات يا. اه اه. بس المهم بسرعة. السرعة دي. يا اه. ساعات ألاقي إحنا في المحور وقفلين وعربية إسعاف نفسها تعدي وكل الناس ولا هنا كل واحد بيفكر إنه يمشي وراه ده ده الإنسان الوحش أوي أسوأ الناس اللي بيفكر أول حاجة والله تعلمناها أول حاجة تعلمناها إزاي تفضي الطريق لعربية إسعاف تخيل دي محاضرة تخيل دي محاضرة كيف تخلي طريق لعربية إسعاف عشان تعلم الناس يعني إنت لما تيجي تروح إنت جاي هنا وجاي مين ووقف واللي بعديك يعمل كده بتشيب الشمال ده وره ده وره ده حتلاقي الشمال الفدي أو الحتة اللي متعلمها بأصفر على اليمين ما حتش يمشي بها فبيقى صعبانها جدا عليا جدا العين ده لو وصل بدري حيقعد في وصل ولاده إنما التأخير ده خطير جدا يا حبازة بقى لو نعالج المريض بتعجلته تقال فعربية إسعاف طبعا ده المحترفين بقى قوي يدوبل الجلطة في عربية الإسعاف تبقى هيلة اتشخص صح عمل المعامل كلها عمل رسم القلب وخد العليك يوقفوا المحمر وقفوش مش هتفرق معاه بقى ده القلب في حاجة تانية في القلب احنا كده خلصنا اه كتير اه بس ده الأمثل اه ده الأشهر الأمثل ده كارديوجينيك ده كارديوجينيك حيبوفوليمك بقى ده سهل جدا جدا بس نلحقه برضو بدري لماذا؟ حيبتدي الجسم يعمل تغيرات حتى لو يدي الدم مش هتصلح حتى لو يدي الدم مش هتصلح فلازم يتعالج بدري جدا نست بتولد نزيف شديد بسرعة جدا لازم عندها تصل إلى اللي انت عايزه عايز تشيل الراحة مشيله بس انقص حياتها لان لو سبتها فترة ضغطها واطي كتير قوي حيبقى فيه مشكلة بعد كده هي مش هتقدر عليها ولا اي دكتور في الدنيا يقدر عليها فدي برضو الهايبوفوليميا مهمة جدا حوادث السيارات لازم يرجع على المستشفى بسرعة جدا عشان يتعلق له دم ونصلح له ضغطه تصليح الضغط ده بيبقى بيبقى أكثر من طريقة يعني مثلا هقول مثل جيد جدا في القلب كارديوجينيك شوق لما القلب بيهبط كده ففيه أدويات على الضغط لكن فيه مانوفر يعني حاجة بنعملها جميلة جدا هو القلب ضعيف يبيعمل كده يقوم يدوبك يطلع القلب فوقيه طبعا منازوق اللي فوقيه ده اللي بقيت الجسم هحط له بلونة في الأورطال أول ما الدم يطلع تتنفخ لما تتنفخ هتروح زق الدم على كل جسم انتر أورطال بلون اكاو انتر بلسيش انتر بلسيش رائعة رائعة يا ما انقذت حياة ناس لما يجي لك شقد شوف الأدواء منفعية شنركب بلونة على طول بلونة في الأورط كأنها قلب مشاعد قلب بتساعد اه كأنها قلب مشاعد فدي كويسة جدا 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 فحالة التنين اللي هي واحدة ستة ولدت وكده تصرف بسرعة جدا اوعى تتأخر بسرعة طبعا الدم هو الأساس تعويض الدم من فصلته طبعا ونخلي بالنا من ما سيحدث بعد ذلك النوع التالت الاستراكشن ده الانسدادي الانسدادي اه اللي هو زي جلطة الرئة الدم طالع من اليمين لا السكة مزدودة ما رحش الشمال ضغطي واقع لأنه ما فيش دم في الشمال أو قليل فده طبعا بني دي له أدوية بسرعة جدا تدوي بجلطة الرئة جلطة الرئة عايزة قعدة يا أيمن كاملة ده موضوع كبير عايزة قعدة كاملة لأنه مهم جدا 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 ومنتشر لا ده منتشر جدا يا نهار ربي ومن الحالات اللي ما بتشخصش عشان كده العلم حطله قاعدة حلوة جدا العلم العلماء حطله قاعدة رائعة أنا يعني بفضل أكررها حتى وأنا بتكلم عن المرارة طيب أنه مخلي بالكم بفضل عشان يفضل الواد بتاع كل الطب تخرج بزيه انت تعالج بالاشتباه بالاشتباه برا لأنت حفظت بالاشتباه أول ما تشك عالك ما تستناش لأن الثانية دي تساوي بستين حياة بستين بالطول فدي بالاشتباه طيب بتيجي في مين؟ في ناس محدودين اللي رائعة رجلي ما بتحركش فده خطير جدا بيحصل جلطات في الرجل والأكتر من الرجل الحوض الحوض أكتر من الرجل مليون مرة وتتحرك تروح الرئة تقفل الدنيا وتعمل مشكلة كبيرة عشان كده كثيرا من الناس اللي نويين يعودوا ومعندهمش أي موانع لمسيلات الدم بلعمل كده أقولك الرجل اللي حيرقوا تسير اديله بقى هبارين من الأول شرف كبير إلى هذه الزيارة أستاذنا سيد دكتور حسين موافق كان منيرا كعادته في الدكتور خليكم دايما مع الدكتور ترجمة نانسي قنقر